السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بعض الناس استغلوا هذا الجانب للرحمة اللي كده في الدين والتوسعة على الفقراء والمساكين فبدأوا يتسولون يكتسبون بالتسول وعندوا رزقه يعني اللي ما عندوش ما ليه حرج يسان ما عندوش فقير ومحتاج وعنده ولدات وعنده مصاريف ومسكين ما اشعر يسرق غادي تسول اما غايتسرق واما غايتسول وحده من الجوج هو الذي يسرق لان الصريقة فيها عقوبة وفيها مضرة كبيرة وش كل ما خالد الحاذر دياله لندرت بي المرة اللولة والتانية والتالتة بقاش الدار به اش غايدير غايتسول فولد لك ما عندوش مع لباس لكن الى عنده كنتلقى يسان عنده البال وعنده الخير ولكن هو اعتاد انه يتلقى الناس ويبكي عليهم ويقول له ما عنديش هذا وقع ليك هذا وقع ليك هذا هذا مشكل كبير وكبير بزاف هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما سئل الانسان اللي عنده المال وكي قيتسول قال هذا يبعث يوم القيامة وجهه ليس فيه مزعة لحم يعني الوجه دياله خالي من اللحم لان يوم القيامة يبانو الناس كل واحد عنده العالم دياله مثلا الانسان اللي هو مؤدن غادي يكون اطول الناس اعضاها قد يوم القيامة لمن كنت قد طويل اطعفه مؤدن يعني طبعا العلماء قالت ما الشيء والطول العدق بحل بحل الزرافة مثلا حشا وكلا لا وإنما المقصود به العزة والرفع وهذه ملك اللي كان كيتصدق بزا بالإحسان إده طويلة طبعا الطويلة يعني فيها دوره البياض وفيها واحدة الاشراق لسا الطول الذي هو إذا زاد عن حده واللعيب ولكن اللي كيتسول يبعث يوم القيامة ليس في وجه مزعة لحب يعني الوجه دياله خانم اللحب غير السكولات غير العظام في الوجه دياله لأنه كيتسول وعنده وده دنبض عظيم وكبير أي إسان ما يتسول إلا إذا كان مضطر إذا كان مضطر ربي دالي القاعدة للإضطرار عندنا قاعدة شرعية في القرآن الكريم كتسمى الضرورة والإضطرار اللي يوصل لها ما ليحرج فمن يضطر غير باغد ولا عادد فلا إثمع عليه لكن الإسان اللي كان عنده خصوه ما يتسولش وأحسن طريقة للإسان هو أنه يدعو الله يدعو الله يتسول الله تعالى ما تسولش البشر البشر ما تسوله بش ما تقولش ليوم عطوني أنا محتاج أنا كده قولها الحق سبحانه وتعالى والله تعالى يدبر لك الأمر هو يدبر الأمر سبحانه مدبر الأمور هو لا قلتها له الله تعالى كي يلاقيك مع أفضل خلقه الله كي يصبح لك سيناريو رأى غدا غدا إن شاء الله رأى غدا جديد رأى سيناريو جديد الله تعالى غدا غدا أن يلاقيك مع ناس آخرين وغضي وضعك في واحد المحطة أخرى ربي عز وجل كيته الله فيك بلك تكون ناكر وكتكون تطرق بابه وتدعوه يقول يا ملائكة اكتب لعبني قدرا حسدا كتفق في الصباح الماكر أول ما كي يعطيك الله تعالى الرضا رضيت بالله رب وبالإسلامي دينا وبالقرآن الإمامة وبسينا محمد نبيا ورسولا بعده ربك عز وجل يعطيك الصحة يعني انتك تمرين غدا تشد أطباء وتشد المعالجين أعطاك الله واحد شعور بالصحة واحد العافية واحد نور يجري في جسمك هذه كرامة ثم الله تعالى غدا يلاقيك مع الناس طيبين بدءا بالجيران الجيران احتل العائلة العائلة كل واحد من أفراد الأسرة فيه واحد العرق لطيف جميل وعنده واحد العرق متمرد وربما شراني الله تعالى كي يخلي ذلك اللي معك في البيت إما الزوجة أو الزوج أو الأولاد أو العائلة أو الإخوة كي يخلي ذلك العرق الطيب اللطيف هو اللي يخدم ذلك يعزف عليه ذلك الوتر كتلقى في غير الطيبوبة والابتسامة والكلام الجميل ولكن في شي شر ربك يقولي أسكت يخفت ذلك الشر فيه ثم الجيران كي لاقيك اللغر مع الطيبين بالجيران تبسي للخدمة هتلقى زملات في العمل كلهم أن كتنقى طيبين أصدقاء غير عاك الله مع ناس ما تعرفوش أصلا إما في الطريق وإما في المطعم وإما في الحافلة وإما في المصعب أي مكان الناس طيبين هتلقى غير الخير غير الخير والله شي مجرب والله مجرب يلاقي الله تعالى ماهما أحسن منك وينفعونك ينفعونك إما بكلمة طيبة إما بدفعة إلى الأمام إما بالخير هذا كله من اللي كانت تسول الله تعالى وحده لا شريك له كي يكتملك مكاتب الخير أما من تسول غير الله ربي عز وجلك يقول لي يا فلان يقول لي تركت بابي وتركت مابا غيري ففرقا إليه سير عنده سير خليك منك له وطبع عندك لقد تمشي لعنده وخي يقول سلطان ربما غد يعتك وانه لأنه هو ضعيف أصلا الله تعالى هو مالك الملك وهو رب الأرباب وعنده خزين السماوات والأرض وهو الذي قال أدعوني أستجب لكم أسأل الله تعالى أن ينبهنا بأخطائنا ويرزقنا رزقا حسن وهي الظاهرة دي التسول الذي كثر في المجتمع للأسف هذه الظاهرة هو اسمها ظاهرة الظاهرة هي التي ظهرت على الوجود واكتسحت الميدان طبعا لي ماشي ظاهرة وإنما بعد المظاهر مظاهر التسول للأسف والتي بعض الناس تغلوا هذا الجانب دي الرحمة اللي كده في الدين والتوسعة على الفقراء والمساكين فبدأوا يتسولون يكتسبون بالتسول وعنده عنده رزقه يعني اللي ما عدهش ما له حرج ينسان ما عدهش فقير ومحتاج وعنده ولدات وعنده مصاريف ومسكين ما أشعر يسرق غادي تسول إما غيسرق وإما غيسرق ويحده من الجوج هو لن يسرق لأن الصارقة فيها عقوبة وفيها مضرة كبيرة وش كون اللي ما كوش خالد الحاذر ذي اللي دارت بالمرأة اللولة والتانية والتلت فقاش تدار به أشغي دير غادي تسول فأولد لكن ما عدهش مع لباس لكن إلى عنده كتلقى يسرق عنده المال وعنده الخير ولكن هو اعتاد أنه يتلقى الناس ويبكي عليه ويقول له ما ما عديش هذا وقع لي كذا وقع لي كذا هذا مشكل كبير وكبير بزاف هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما سئل الإسان اللي عنده المال وكي قيت سول قال هذا يبعث يوم القيامة وجه ليس فيه مزعة لحم يعني الوجه دياله خالي من اللحم لأنه يوم القيامة يبادل الناس كل واحد عنده العالم دياله مثلا الإنسان اللي هو مؤدن غادي يكون أطول الناس أعضاء قد يوم القيامة لماذا لك عدقه طويل أطعف مؤدن يعني طبعا العلماء قال ما شئو طول العدق محل محل الزرافة مثلا حشا وكلا لا وإنما المقصود به العزة والرفعة وغادي ملك اللي كان كيتصدق بالذب الإحسان إيده طويلة طبعا إيد طويلة يعني فيها دوره البياض وفيها واحد الإشراق لسالطول الذي هو إذا زاد عن حده واللعيب ولكن اللي كيتسول يبعث يوم القيامة ليس في وجه مزعة لحم يعني الوجه دياله خالب اللحم غير السكولات غير العظام في الوجه دياله لأنه كيتسول وقعده هذا المدعظيم وكبير أي إسان ما يتسول إلا إذا كان مضطر إذا كان مضطر ربنا لنا القاعدة للإضطرار عندنا قاعدة شرعية في القرآن الكريم كتسمى الضرورة والإضطرار اللي يوصل لها ما ليحرج فمن يضطر غير باغد ولا عادد فلا إثمع عليه لكن الإسان إلا كان عنده خسوه ما يتسولش وأحسن طريقة للإنسان هو أنه يدعو الله يدعو الله يتسول الله تعالى ما تسولش البشر البشر ما تسوله بش ما تقولش اليوم أعطوني أنا محتاج أنا كده قولها الحق سبحانه وتعالى والله تعالى يدبر لك الأمر هو يدبر الأمر سبحانه مدبر الأمور هو لا قلتها له الله تعالى كي يلاقيك مع أفضل خلقه الله كي يصولك سيناريو رأى غدا غدا إن شاء الله رأى شي قادر جديد رأى سيناريو جديد الله تعالى غدا أن يلاقيك مع ناس آخرين وضي وضي وحد المحطة أخرى ربي عز وجل كيتهل الله فيك لك تكون ناكر وكتكون تطرق مباه وتدعوه يقول يا ملائكة اكتبوا لعبني قدرا حسدا كتفق في الصمح الماكر أول ما كي أعطيك الله تعالى الرضا رضيت بالله رب وبالإسلامي دين وبالقرآن إمام وبسينا محمد نبيا ورسولا بعده ربك عز وجل يعطيك الصحة يعني أنت اكتبرين غدا بشأن أطباء وتشأن المعالجين أعطاك الله واحد شعور بالصحة واحد العافية واحد نور يجري في جسمك هذه كرامة ثم الله تعالى غدا يلاقيك مع النس طيبين بدأ بالجيران الجيران احتل العائلة العائلة كل واحد من أفراد الأسرة فيه واحد العرق لطيف جميل وعنده واحد العرق متمرد وربما شراني الله تعالى كي يخلي ذلك اللي معك في الميت إما الزوجة أو الزوج أو الأولاد أو العائلة أو الإخوة كي يخلي ذلك العرق الطيب اللطيف هو اللي يخدم ذلك كي يعزف عليه ذلك الوطر كتلقى في غير الطيبوبة والابتسامة والكلام الجميل ولكا فيش شر ربك يقول لي أسكت يخفت ذلك الشر فيه ثم الجيران كي يلاعيك الله مع الطيبين مع الجيران تمشي للخدمة هتلقى زملات في العمل كلهم من دكتنا طيبين أصدقاء غير لعيك الله مع ناس ما قد تعرفوه فيش أصلا إما في الطريق وإما في المطعم وإما في الحافلة وإما في المصعب أي مكان الناس طيبين هتلقى غير الخير غير الخير والله شي مجرب والله مجرب كي يلاعيك الله تعالى من هما أحسن منك وينفعونك ينفعونك إما بكلمة طيبة إما بدفعة إلى الأمام إما بالخير هذا كله من اللي كتسول الله تعالى وحده لا شريك له كي يكتملك مكاتب الخير أما من تسول غير الله ربي عز وجل يقول لي يا فلان يقول لي تركت بابي وتركت بابا غيري ففرقا إليه سير عنده سير خليك منك له وطبع عندك لقد تمشي لعنده وخي يقول سلطان رامغان يعتكوانه لأنه ضعيف أصلا الله تعالى هو مالك الملك وهو رب الأرباب وعنده خزين السماوات والأرض وهو الذي قال أدعوني أستجب لكم أسأل الله تعالى أن يدب هذا بأخطائنا ويرزق هذا رزقا حسن السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله